أرزيكم يا جماعة وأهلا بكم في الفيديو جديد في البداية كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى وبمناسبة العيد ده فيديو خفيف وسريع عن شوية حيال وتركات للآيفون اكتشفتها في الفترة الأخيرة هتسهل جدا استخدامك للآيفون والحيال دي جديدة وحيية كانت أول مرة أعرفها بس قبل ما أقولكم إيه هي الحيال دي ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكمان لو عجبكم الفيديو قلولي في الكومنتات نعمل جزء تاني المهم نجير كلام كتير يلا بينا أول حيلة خلينا نبدأ بسفاري لو أنت بتتصفح على تطبيق سفاري ودخلت مثلا موقع جوجل وعملت سرش عن أي حاجة طبعا عشان تفتح أي صفحة جديدة لازم تدوس دوسة مطولة على اللينك وبعد كده تدوس open new tab ولكن في طريقة سهلة ممكن تفتح بها صفحة جديدة من غير ما تدوس دوسة طويلة على اللينك وهي أنك تدوس على اللينك بسبعين اتنين كده يفتح لك اللينك في صفحة جديدة بسهولة جدا ولو أنت مش عاجبك أن الصفحة بتفتح في تاب جديدة وعايز الصفحة تفتح في الباكجراوند وتفضل على الصفحة اللي أنت فيها تقدر بسهولة تعمل كده عن طريق أنك تروح على الاعدادات وبعدين تدخل على تطبيق سفاري وبعدين تدوس على open links ولو أنت الموبايل بتاعك بالعربي هتلاقيها فتح الرابط هتلاقي عندك خيارين الخيار الأول in new tab أو في صفحة جديدة وده هو الخيار الافتراضي أما الخيار الثاني in background أو في الخلفية وده لو أنت عايز الصفحة تفتح في الخلفية نجرب نخليها in background ونشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي لما تفتح صفحة جديدة هتلاقيها فتحت في الخلفية وهتفضل على الصفحة اللي أنت فيها في حيلة سريعة تانية في سفاري خلينا نشوفها بشكل سريع وهي أنك لو فاتح تبات جديدة ممكن تعمل سرشة عن أي تاب عن طريق أنك تنزل الصفحة لتحت وبعدين هتلاقي مربع السرش ظهر لك ممكن تعمل سرشة عن أي حاجة أنت عايزها خلينا أقولكم حيلة سريعة ولكن مفيدة جدا وهي في تطبيق الرسائل أو المسيجز لو أنت في الرسائل وعايز تحدد أكتر من رسالة في نفس الوقت أنك مثلا تعملهم delete أو تعملهم أي حاجة تانية كل اللي عليك ببساطة أنك تعمل إصواب لتحت على الرسائل اللي أنت عايز تحددها عشان تمسحها بصبعين وهي هتتحدد معاك في حيلة بقى هي مش مفيدة ولكن عجبت ناس كتير فخليني أقولها لكم والحيلة دي هتخليك تنزل الساعة لنص الشاشة بشكل مؤقت كل اللي عليك تعمله أنك كنت بتفتح الموبايل هتشد الساعة لتحت بالشكل ده وبعد كده تعمل إصواب من تحت عشان تفتح الموبايل لما تنزل الشاشة مرة تانية هتلاقي الساعة في نص الجهاز ولو أنت من الناس دي زي فهو لك طريقة سهلة تقدر تقفل بها الفلاش عشان تقفل الفلاش بسرعة مش لازم تقفله من الايقونة بتاعته ممكن بكل سهولة تعمل أصواب ناحية اليمين أو ناحية الشمال على حسب لغة موبايلك وهو يقفل بسرعة ممكن تنقل أكتر من تطبيق في نفس الوقت كل اللي عليك تعمله أنك وانت بتنقل تطبيق معين ممكن تحدد معاه أكتر من تطبيق وتنقلهم في الصفحة اللي أنت عايزها بسهولة ممكن تتصل بأي رقم بسرعة لو أنت في أي مكان على الموبايل وخلينا أقولكم إزاي لو أنت مثلا على تطبيق انستجام وعايز تتصل بأي حد عندك على الموبايل كل اللي عليك تعمله أنك تنزل ال Notification Center وتعمل سواب ناحية الشمال هيظهر لك مربع البحث اكتب فيه الاسم اللي أنت عايزه وهتقدر تتصل بيه بسرعة جدا لو أنت فاتح أكتر من أبليكيشن في نفس الوقت وعايز تقفلهم بسرعة تقدر تعمل كده بسهولة ممكن تقفل تطبيقين في نفس الوقت وكمان ممكن تقفل تلت تطبيقات في نفس الوقت بالطريقة دي لو أنت بتكتب أي حاجة على الكيبورد وعايز توصل لأي مكان في الجملة فيه طريقة ديما أنك تقدر تحول الكيبورد لتراكباد وتوصل للمكان اللي أنت عايزه ولكن فيه طريقة تانية أسهل وهي أنك تدوس على الماركر نفسه وتحركه للمكان اللي أنت عايزه لو أنت ختبت أي حاجة غلط وعايز تعمل لها أندو تقدر بكل سهولة تعمل كده بأنك تهز الموبايل بالطريقة دي ولكن الموضوع ده ما بيكونش عملي فيه طريقة جديدة أنك تعمل أندو وهي عن طريق السوايب بتلت صوابع ناحية الشمال عشان تعمل أندو أو ناحية اليمين عشان تعمل ريدو وبس كده يا جماعة الحدي هنا بيكون الفيديو بتاعنا انتهى يارب يكون عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو لو أعجبكم كمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان نوصل لكم جديد الفيديوهات